لا تهدأ الاتهامات الدولية لإيران وتذكيرها بخطورة توريد الأسلحة لحزب الله في لبنان وتعزيز ترسانته من الأسلحة هنا وفي مطار بيروت الدولي تتم عمليات توريد الأسلحة للميليشيا المتهمة لبنانيا بالسيطرة على المطار وبسط نفوذها عليها وتقول تقارير صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية إن إيران نقلت أسلحة ومعدات متطورة إلى حزب الله عن طريق مطاري دمشق وبيروت وتضم الدفعات الجديدة من الأسلحة كما تقول محطة فوكس نيوز الأمريكية أسلحة متطورة وصواريخ بما في ذلك شحنات تحتوي على مكونات تستخدم تقنية جي بي أس التي تستخدمها الميليشيا لتحويل الصواريخ غير الموجهة إلى صواريخ موجهة بدقة ولم يقتصر هذا الدور الإيراني على الأسلحة فقط حيث تذكر مصادر في المعارضة السورية نقل مقاتلي الميليشيا الأفغانية والإيرانية واللبنانية والعراقية إلى مطار دمشق للمشاركة في دعم نظام الأسد عسكريا منذ عام 2012 على الجانب الأمريكي ومع سيل التقارير التي تكشف تورط إيران بزعزعة استقرار المنطقة تبرز تصريحات أمريكية أخرى تتحدث عن استراتيجية جديدة تتلخص بعدم المواجهة العسكرية المباشرة وتتجه بدلا عن ذلك لزيادة الضغط عبر العقوبات الاقتصادية التي ستدخل الحزمة الثانية منها حيز التنفيذ في تشرين الثاني المقبل لكن كلمة الفصل كما يرى مراقبون هو بإثبات هذه الاستراتيجية فعاليتها عبر إنهاء عمليات نقل الأسلحة أو تقليلها وعليه ستبقى المنطقة مشتعلة في سوريا والعراق واليمن فيما يبدو ابتزازا من قبل واشنطن للدول العربية أكثر منه للضغط وأقرب للتعنت من قبل طهران منه للرض إذ تقترب رويدا رويدا من العزلة الدولية وانفجار داخلي بسبب الأزمة الاقتصادية وارتفاع مستويات الفقر الذي يضعها بين خيارين الرضوخ لواشنطن أو انتظار العاصفة التي يمكن أن تطيح بالنظام من قاعدته هذه المرة